السلام عليكم واهلا بكم من جديد. نرد ان شاء الله معنا ماذر بورد آآ ديسك توب آآ من شركة جيجا بايت. جايلنا للصيانة. خلونا كده نشوف الموديل بتاعها الاول او مبدعيا نشوف الموديل بتاعها اتش تلتمائة وعشرة آآ 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 تمام? طبعا آآ بتاعها هو اللي موجود عندي هنا جنب الاي او كالعدة دايما في بورد الجيجا بايت والرفيجن بتاعنا هو آآ آآ او آآ 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 تمام? طيب آآ مشكلة الماذر بورد دي آآ حاجة يلنا آآ ليه تغيير الاعدة نفسها بتاعة سوكة المعالج. خلنا كده نبص على الاعدة كده زي ما احنا شايفين في بنات او عدد كبير آآ من البنات آآ آآ متني او البنات دي فيها مشكلة. والبوردة دي جات للعمل بتاعنا اساسا كيب للاعدة او بعت للبوردة دي شحن لانه هو من المحافظة تانية. وبعت للبوردة دي شحن وشاحن معاها الاعدة الجديدة اللي احنا المفروض هنغيره تمام? يبقى دلوقتي بالنسبة في راكي ان احنا نحتاج ان احنا نغير اعدة المعالج. ولكن قبل ما نغير اعدة المعالج لازم نتأكد آآ ان اه بتاعتي كل اجزاء سليمة مع اعدا اعدة المعالج وبالتالي لما نغير اعدة معالج نكون عارفين آآ بمجرد تغيير اعدت المعالج أن البوردة بتاعتي هتشتغل مباشرة تمام. دلوقتي هنمتدي طبعا ما تشكل اولي التسترات. تستر الخاص بسوق المعالج وتستر الخاص بالرمات عشان نعرف بسي البنات اللي معايا فيها مشكلة. تمام? طيب خلونا كده نشوف التسطرات اللي معنا. اول التسطر معايا اللي هو التسطر اللي فيه لدات الخاص باعادة المعالج. خلونا كده نركب التسطر ده. ونركب البطارية بتاعته. طبعا ديها طبيع. عندي هنا السالب. وهنا الموجب لان النواع دي من التسطرات ما بتنزلش بالبطار بتاعتها. تمام? طيب خلونا كده نشوف اللي دات. وزي ما هو واضح كده ممكن ما تكونش واضحة معاك على الكاميرا ولكن انا فيها عندي لد هنا فاصل تمام? اللي د ده. هي مش ظهرة معايا على الكاميرا ولكن اللي ده فاصل. خليني كده احاول بس ان انا اعمل لك الاضاقة خبتك. يعني اعتقد كده الامور واضحة. كل اللي دات منورة معاها ده اللي دك. تمام? طيب. اه تذكر ده باسل المسارات اه او البروتوكولات الخاصة بي اه بين اه المعالج وبين اه البي سي اتش. فاذا انا في خط من خطوط البي سي اتش عندي في مشكلة. طيب خلونا كده نركب المعالج بتاعنا. عشان هنشتغل على التستر التاني. واللي بياسل المسارات ما بين اه سلوت الرماد وبين الممر كونتو دولار داخل المعالج. وزي ما احنا شايفين ده التستر بتاعنا. وده بتاعنا زي ما احنا شايفين كده انا هضغط. وانا عندي دلوقتي في لد فاصل معنا كده ان في مصار فاصل عندي اه وطبعا الكلام ده ما احنا عارفينه دلوقتي بسبب بسبب البنات اللي فيها مشكلة عندي. وبالتالي انا فيه فاصل عندي فيه المصار على الاسلوت ده تمام. طيب خلونا كده نجرب الاسلوت التاني. هو واضح جدا جدا اه ان انا المصارات بتاعة الاسلوت ده سليمة من غير اي ما شايف. لابنا كده فيه اه بين عندي فيه اه الرماد نفسها الاسلوت الاولين ده. وكمان فيه بين فاصل عندي ما بين اه المعالج وبين اه البي سي اتش تمام? طيب فيه بعض الناس هتيجي تقول لنا طيب ما فيش مشكلة طالما فيه بنتين بس اللي فاصلين ومش كامل السوق تقول فيه مشكلة. اه نغير بس قبنا اكتفي بتغيير البنتين. وطبعا هم معهم حق فيه الكلام ده. ولكن طبعا انا تحت الميكروسكوب بعيدا عن الكاميرا. فيه اكتر من بنا عندي هنا. دي البنات اللي احنا عندنا القدرة للوصول لها عن طريقة استراءات. لكن فيه بنات تانية باشارات تانية. البنات دي طبعا مهمة والاشارات دي مهمة. اه بعيدا عن وبعيدا عن سلوت راماتو. لكن طبعا الاياسات اللي احنا اخدناها بالتستراءات دي. دي الاياسات اللي احنا نقدر نوصل لها عن طريقة استراءات المتوفرة. وبالتالي في الوقت الحالي نبتدي طبعا بقى نجرب بتاعتنا باور. ونشوف اه الفولتيات بتاعتنا ونتأكد ان كل الفولتيات ما قبل الكور بتاعتي سليمة معايا من غير اي مشاكل. ودلوقتي انا هسيب لك التشريح الخاص بالماثربورد عشان تقدر تتابع معايا الاياسات. تمام? طيب دلوقتي هنبتدي ان احنا نشغل بتاعتنا باور. انا نشغل على الاستاند باي ساحب اه القرنت معايا او ساحب القرنت معايا ستة تسيين ميل امبير. وخلونا نبتدي انشغل البوردة بتاعتنا دلوقتي من اه الفورنت بانل. والبوردة بتاعتنا ساحب معايا تلتمية تمانية وتسابين ميل امبير. طبعا كلام ده بعدم وجود اه المعادة. تمام? طيب خلونا ناخد بقى الفلطيات بتاعتنا المهمة. انا اخد فلطية الرمات. طبعا هو الكل ده الاطراف بتاعته الناحى التانية من البوردة. ولكن ممكن ناخدها من على المسفتات اللي جنب الكويل. يعني القريات برضو مش واضحة بالنسبة لي ولكن خلونا بقى نقلب بالماظر برضو دلوقتي. وناخدها من الطرف التاني من البوردة. البوردة بتاعتنا لسه شغالة باور. على الكل ده نقدر ناخد فلطية الرمات. واحد واتنين من عشرة زي ما احنا شايفين. تمام? واعتقد ده اللي موجود عندي هنا. خديني بس اوضحه لك. اللي موجود عندي هنا. ده خاص بتغزية. وتغزية واحد وخمسة من مية آآ سليمة معي. تمام? طيب. خلونا بقى ناخد باية الفلطيات. عندي طبعا الفلطيات اللي احنا هناخدها بعد كده. ما قبل الكور. عندي الكويل ده. خاص بالاتنين ونصف. طبعا احنا ممكن نستخدم تستر الرمات في الوضع ده. او في الحالة دي. هيوفر عينا وقت بتر جدا موجود. اتنين ونصف سليمة معي. عندي المسفتين ده الخاصين بالفي سي سي اس اي اي او اللي هي فلطيات المعالج ما قبل الكور. نقدر ناخدهم من على السورسات بتاعتهم من على النقطة دي. واحد خمسة مية واحد ستة مية سليمة. والنقطة دي تسعة من عشرة آآ برضو سليمة. يبقى ازا انا كده كل الفلطيات ما قبل الكور آآ موجودة معي. وبالتالي في الحالة دي نقدر نغير عادة المعالج بتاعتنا واحنا من طمينين. تمام? طيب حاجة اخيرة بس قبل ما نبتدي نحط المنظر برضو بتاعتنا على زي ما احنا شايفين كده انا كل المكونات السولد كاباستر او المكسفات آآ الصلبة اللي موجودة عندي هنا. انا آآ عزلتها بورق المونيوم لان طبعا المكسفات دي بتتأثر جدا جدا بالحرارة. وبالتالي ممكن تتلف آآ من حرارة البي جي اي آآ ويركستيشن تمام? دلوقتي نبتدي نرفع آآ السوكت بتاعنا على آآ البي جي اي ويركستيشن وبعد كد نرجع آآ نكمل الصيونة بتاعة المازر بورد مع بعضها. تمام? طيب دي المازر بورد بتاعتنا بعد لما رفعنا المعالج. انا بس كده نعمل الفوكس عليها وزي ما احنا شايفين كده كل البادات سليمة عندي مفيش اي مشكلة في اي بادة من البادات. وطبعا احنا نظفنا آآ البادات كويس جدا تمام? دي الاعدة بتاعتنا بتاعت المعالج القديمة. وكمان معنا الاعدة الجديدة اللي احنا بالإذن الله هنركبها دلوقتي. تمام? آآ ولكن انا عايز بس اقول حاجة مهمة جدا هنا. في المساحات الكبيرة اللي زي دي بفضل ان انا استخدم سن كبير. وطبعا آآ لما بتشيل اللي هو الزير القديم. بتحاول على عد ما تقدر ان تكون المازر بورد لسه آآ انت شغيلها من على بتاعتك. آآ لان الحرارة لما بتكون موجودة على البوردة ده بيساعد آآ ان انت ترفع الزير القديم بسهولة جدا تمام? وبالمناسبة انا بستخدم آآ السن ده. السن ده او التب ده هو اتناشر ولكن طبعا جايلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان يديني مساحة سطحة عريضة عشان اقدر ااخد اكبر كمية من الزير آآ في نفس الوقت تمام? وطبعا بالنسبة لي آآ المستخدم او الوكي المستخدم طبعا انا بستخدم دايما دايما اللي هو الجوت الياباني آآ عشان الكواليتي بتاعته آآ العالية تمام? هنبتدي ده وقت ان احنا نركب العادة بتاعتنا ولكن طبعا بعيدا عن آآ الكاميرا وبعد ما اركبها هنرجع ناخد الياسات بتاعتنا مرة تاني تمام? طيب آآ دي العادة بتاعتنا بعد ما ركبناها على البي جي اي رويرك ستيشن. وطبعا انا لسه ما اخضفتش ولكن اعمل التنظيف وفقية التفاصيل دي. خلونا آآ نبتدي ان احنا نجرب العادة بتاعتنا عن طريق التستارات اللي كانت آآ او اللي موجودة معنا. او التستار طبعا هو تستار سوكت المعالج. وخلونا نقفل السوكت كده. آآ انا مش هشغاله المرة دي من خلال آآ بطارية اللي هي بتبع بطارية زي دي بالزبط. ولكن انا هشغاله من خلال آآ كمام? وعايز بس اقول ملحوظة بسيطة جدا بالنسبة للتستار ده. تستار ده حضرتك لما تشتريه للأسف للأسف ما بيباش راكب ليه قاعدة للبطارية وبالتالي انت بتبطر ان انت توصله ببطارية خارجية زي ما انا كنت عامل بالزبط. ولكن انا لاحظت فيه التستار ده. ان انا تقريبا كل يومين كنت بغير له بطارية آآ ففيه استهلاك عالي جدا جدا للقارنت آآ من خلال آآ التصميم ده تمام? فالتصميم ده كده غالبا بنسبة كبيرة جدا فيه مشكلة تمام? عملا في الوقت الحالي انا هبدأ ان انا اشغاله من خلال البورسابلاي. خلينا نركب طبعا. وهنوصل البورسابلاي بتاعي. طبعا نراعي الاطراف او القطبية بتاعتني. واعتقد الموضوع ممكن ما يكونش واضح على الكاميرا. خليني بس اقل الفولتية شوية انا مش اغالي دلوقتي على تلاتة فولت. لو قللت الفولتية شوية بس عشان اقلل كمية الاضاءة. ممكن يكون الموضوع مش واضح على الكاميرا. حاولنا انا ازوم لك ولكن يعني خلينا لو جبنا مسلا على سبيل المسال منديل هنا. برضو الصورة مش هتكون واضحة. ولكن هو علي حال كل اللمبات اه منورة معايا في الوقت الحالي. تمام? طيب. خلونا بقى نعمل الاختبار التاني. طبعا الاختبارات دي مهمة جدا جدا. عشان نتأكد من سلامة تركبنا آآ السوكت نفسه. تمام? هنبتدن نركب المعالج بتاعنا. وبعد كده طبعا هنركب الرمات. ويخلونا نضغط على نفسه. احنا دلوقتي شغلنا تستر الرمات زي ما احنا شايفين كده ده تستر اشتغل. وما فيش اي لد آآ اشتغل معايا. الكلام ده معناه ان انا التركيب بتاعي سليم بالنسبة للسلط ده. بنسبة مية في المية. تمام? تستر ده عكس التسترات التانية اللي الناس متعود عليها. لو اللد منور معايا هيكون في مشكلة. ولكن لو اللد اطفي معايا او فاصل معايا. زي اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. الكلام ده معناه سلامة المسارات آآ بشكل كامل. تمام? دلوقتي هنبتدي ان احنا آآ نركب البرد بتاعتنا على ونشوف النتيجة مع بعض. تمام? طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا ركبنا المعالج بتاعنا وركبت الرمات. كمان عندي تستر الرمات موجود عندي هنا عشان نقدر نرائب الاشارات الخاصة بالرمات نفسها. وآآ برضو قدامنا شاشة عشان نقدر نرائب آآ سحب كمان انا مركب تستر اليو اس بيه عشان نقدر نعرف هل بتاعتشتغل الداتا ولا تمام? خلونا كده نبتدي ان احنا نشغل السحب على مية واتناشر آآ ميلا امبير. يعني اعتقد ان الايمة دي عالي نوعا ما ولكن على اي حال خلونا كده نجرب آآ الماظر بورد. الوقتي بتاعنا اشتغل بتاع الرمات. كمان او اشارة ريزيت زارت معي على مؤشر كويس برضو ان سحب بتاعي آآ مش آآ ديناميك. عندي كمان مؤشر تالت رمات نفسها اللي انا شغال بيها فيها اليد. اليد دلوقتي بدأ يشتغل. دليل على وزي ما احنا سمعنا دلوقتي تستر اليو اس بي قال ان الماظر بورد بتاعتي اشتغل الليتها. تمام? فانو كده نفس آآ آآ طبعا بعيدا عن الكاميرا هبدأ ان انا اجرب تاني من رمات. كمان بعض الاختبارات هبدأ ان انا عملها على قبل ما سلمها للعميل بتاعي. آآ ان شاء الله بازن الله في المستقبل ولكن طبعا ليس المستقبل القريب. انا ناوي ان انا اعمل فيديو او اتنين ان احنا اتكلم بيهم عن آآ 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 وان شاء الله بازن الله هنقول شوية حاجات كده بحيس حتى لو في اي حد مبتدق وعنده الماكنة وبيخاف ان هو يشتغل عليها آآ آآ ان شاء الله بازن الله هنقول شوية حاجات في الفيديوهات دي هتخليك تركب آآ آآ اي حاجة بي جي اي سواء معالج سواء جي بي او وسواء بي سي اتش سواء اواعد المعالجات اللي هي سوكتات البلاستيك زي اللي احنا اشتغلنا عليها النهاردة في الماظر بورد الخاصة بيه الديسكي توب بحيس ان شاء الله بازن الله ان نسبة النجاح بتاعت العملاء دي تكون مية في المية وما تخافش من اي حاجة. ودلوقتي بعد ما اصبح معانا ماظر بورد شغالة خلونا نبتد ان اخد الممنعات بتاعتنا نضيفها للمكتبة واكيد هحط لك صورة دلوقتي آآ لتشريح الماظر بورد بي اي من الممنعات آآ دلوقتي على الشاشة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. وكالقاعدة كل اللي محتاجينه منكم دعوة من القلب. اشتركوا في القناة